نروح بقى سريعاً دلوقتي لبرج العرب مع زميلنا كريم أحمد مساء الخير عليك يا كريم طبعاً عايزة أعرف منك آخر الكواليس والاستعدادات الخاصة بمباراة النهاردة ورحب بيكي شيمة في البداية وبكل مشاهدي وجمهور النادي الآلي في كل مكان الآلي على موعد اليوم في البطولة العربية كأس زايد للأندي الأبطال الآلي والوصلة الإماراتي على استاد برج العرب في الساعة التامنة مساء كالعادة طبعاً تمنياتنا بكل توفيق لفريق النادي الآلي في هذه المباراة يمكن لو بنسترجع سريعاً نفوز الأخير على فريق النجم اللبناني وتأهلنا لها هذه المباراة ده كان أكثر من رائع لفريق النادي الآلي نتيجة كمان كانت كبيرة جداً في لبنان بنتمنى أيضاً كمان للمباراة الأولى وهي مباراة الزهاب على استاد برج العربي حق فيها النادي الآلي نتيجة كبيرة تسعد أيضاً كمان في المباراة القادمة اللي تم تحددها يوم 22 من خلال الشهر القادم لو بطمن كل مشاهدي وجمهور النادي الآلي كالعادة على فريق النادي الآلي تم اختيار 22 لعب لفريق النادي الآلي استعداداً لهذه المباراة كالعادة عندنا بعض الغيابات كلاعيب عائديننا من إصابة لكن بنفقد النهاردة إسلام محارب واحد من نجوم النادي الآلي يمكن العضلة الضمة بتعوقوا عن خوض هذه المباراة لكن في جهد كبير جداً بيبذل من الجهاز الطبي بقادة دكتور خالد محمود على أن يستعد إن شاء الله إسلام محارب خلال الفترة القادمة والأيام القادمة لمباراة الترجي التنسي الأمور ماشية بشكل مطمئن فريق النادي الآلي متواجد في فندق قريب جداً من استاد برج العرب وأيضاً كمان فريق الوصلة الإماراتي متواجد في نفس الفندق المتواجد في النادي الآلي يمكن الأمور كالعادة بالنسبة للفريقين الحب الكبير بين الشعب الإماراتي والشعب المصري ده اللي احنا شايفينه هنا في فندق القامة لعيبة يمكن ترحاب كبير جداً بالعيبة النادي الآلي والعيبة الوصلة الإماراتي وكالعكس صحيح طبعاً ببنكون متواجدين فيها الإماراتي يمكن كل الشعب الإماراتي وكل المسؤولين بيكون لهم ترحاب كبير جداً بفريق النادي الآلي في أي مباراة بيكون متواجد فيها سواء الفريق الأول أو أيضاً كمان فرق نشئين أيضا كمان عايز أتكلم على الحكام النهاردة اللي بتمنونهم كل التوفيق النهاردة طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم الساحة أدهم مخدمة مساعد أول أحمد الرويلي مساعد تاني محمد خلف وحكم رابع محمد الزوهرة يمكن زي ما بنقول الأمور إن شاء الله تصب في مصلحة النادي الآلي حالة التركيز الكبير اللي احنا بنأكد عليها خلال رسينا وخلال كل المباريات سواء في البطولة الأفريقية وأيضا في البطولة العربية يمكن بنحيي عليها بشكل كبير جدا مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف فارد يمكن سيطرة كبيرة جدا وتركيز كبير جدا كل المبارات اللي بدخل فيها النادي الآهلي احترام كبير لفريق الوصلة الإماراتي إن شاء الله بإذن الله تكون نتيجة إيجابية عدد كبير من الأهداف تساعدنا وكون بروفة أخيرة لمبارات الترجع التونسي الأهم والأقوى لأكيد كل جمهور النادي الآهلي ومجلس الإدارة وعضاء الجميع العمية عندهم أمل كبير جدا إن شاء الله أن نحصل على هذه البطولة البطولة الأفريقية والتسعى إن شاء الله سنكون مستمرين معك يا شيما ومع كل مشاهدة وجمهور النادي الآهلي في كل مكان لحظة بلحظة ونقل خاص على شاشة قناة النادي الآهلي لفريق النادي الآهلي هنا في فندو لقامة وحتى ملعب المباراة عودة لي يا شيما